اقليم شديد الخطورة الوضع بيتصاعد بشكل غير مسبوق على حدود مصر الشرقية الوضع في رفح مرشح للتصعيد وهنا لن تقف مصر مكتوفة الأيدي ربما كنا وما زلنا نقول وبأعلى صوت أننا دولة سلام وجيش يحمي السلام لكن ربما هناك البعض الذي لم يفهم الرسالة المصرية ولم يفهم هذا النداء المصري نداء السلام والبناء والعيش في سلام ربما أيضا هناك من أخطأ التقدير وهناك من يخطئ في تقدير المواقف وهناك أيضا أغبياء يحكمون ويتحكمون في مواقف أتصور أن النهاية ستكون قريبة أقول أيضا إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي كلا كلا هيهات هيهات الجيش المصري بيقف الآن على أهبة الاستعداد للزود للدفاع لمنع أي محولة للمساس بالأمن القومي المصري الأمر جد خطير الأمور بتتصاعب بشكل مثير هناك من ينفخ فيه النيران وهناك من يسكب على هذا هذه النيران المشتعلة محروقات كي تزيد اشتعالا لكن بكل ثقة وبكل تواضع جيش مصر خلق من أجل الدفاع عن كل حبة رمل مصرية الجيش المصري في قمة جاهزيته وفي قمة ليقته العسكرية شعب المصري على قلب رجل واحد شعب المصري الذي يشتكي ليلة نهار من الأسعار والدولار والأزمة الاقتصادية فجأة بيقف الشعب المصري كله على قلب رجل واحد معتصمين بحبل الله وراء جيشهم إذا كتب عليه النزال وإذا كتب علينا فهو كره لنا لكن الله غالب على أمره ما يجري الآن على الحدود الشرقية للبلاد هو أخطر ما حدث ويحدث منذ حرب 1973 احتكاك إسرائيلي بثوابت وبخطوط حمراء مصرية هذا الاحتكاك بيجعل الدولة المصرية القيادة المصرية القيادة السياسية القيادة العسكرية بتقف في وجه كل هذه التصرفات الحمقاء مستعدة جاهزة واضحة بكلمات وأفعال لا لبس فيها سيناء خط أحمر أرض مصر خط أحمر الأمن القومي المصري خط أحمر من 7 أكتوبر وحتى الآن وهناك مخططات كانت معلنة في البداية بأن هناك قرار وبأن هناك نية لتصفية القضية الفلسطينية ومن ثم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء قلناها قلناها مراراً وحضرنا منها مراراً وقالها الرئيس مراراً وتكراراً وهناك أغبياء وحمق كثر يحاولون إجغال الناس عن بيت القصيد عن القصة عن الحكاية عن الحدوثة قلنا بأن هناك مخطط هناك خطة واضحة معلنة ولا يمكن أن تتخلى الجهات التي وضعتها عن تحقيقها إن عاجلاً أو آجلاً قلنا وحذرنا لكن كان هناك بعض الغوغائية من أهل الشر يحاولون تشتيت الانتباه عن هذه القضية قضية تصفيت القضية الفلسطينية وتهجير أبداء القضية الفلسطينية إلى سيناء كسيناريو واضح وقديم بيحاول هؤلاء تجديده الآن عندما وقفت القيادة المصرية بشكل واضح والشعب المصري خرج عن بكرة أبيه بشكل جلي تراجعت هذه الأصوات وتراجعت الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية عن هذا الطرح الذي كانوا ينادون به وكانوا يأتون إلى مصر بقيادتهم لكي يعرضوا علينا أن نسمح بفتح المعابر لدخول الفلسطينيين إلى مصر وليس بفتح المعابر لإيصال المساعدات لأبناء غزة داخل الأراضي الفلسطينية وهذا لبس مصموع معلوم مفهوم وسنأتي له بالتفصيل كانت مصر ومنذ اليوم الأول ويتعلم علم اليقين بأن هناك من يحيك مؤامرة شديدة هذه المؤامرة بتستهدف في المقام الأول مصر قلناها منذ البداية إنها مصر قالوا بأنكم تبالغون قلنا إنما يجري الهدف منه في النهاية الجائزة الكبرى هي مصر ترجمة نانسي قنقر